تؤكد المعطيات بأن استمرارية النقص في القوى العاملة في مجالي البناء والزراعة يشكل خسارة ثلاثة مليارات شكل شهريا ويأتي ذلك على خلفية عدم سماح إسرائيل بدخول العمال الفلسطينيين ما بعد أحداث السابع من تشرين الأول واندلاع الحرب القضية هي قضية سياسية والمنع هو منع سياسي أكثر من منع ماني والحكومة تتخبط بقراراتها ولا تجد الحل المنائم الحل المزبوط والحل السميع لجلب مئات الآلاف من العمال للعمل في نتشات العمل وهذا يتبخض عنه الخسائر الفادحة التي تقدر بعشرات مليارات الشواكل قطاعات اقتصادية مختلفة عمل بها مئات الآلاف من الفلسطينيين ما قبل السابع من تشرين الأول فيما أن انتقام إسرائيل بطرد العمال أدى لمعاناة القطاعات الاقتصادية وما أثر بشكل تلقائي على الغلاء المعيشي هذه الأمور سوف تؤدي بالضرورة إلى مشاكل اتفاقم المشاكل الاقتصادية أيضا في الجانب الفلسطيني وإسرائيلي دون أن يكون لهذا الموضوع حل على المسار البناء والإسكان تحدث ولا حرجا تحدث عن غياب أكثر من 220 ألف عامل فلسطيني في هذا المجال الذين كانوا هم المحرك الأساسي للإنتاجية في هذين المجالين كان البناء والإسكان كان في المجال الزراعي وبالتالي هذه المجالات توقفت شكل كامل بذلك هناك ارتفاع في أسعار الشقة السكنية بمعدل أكثر من 1% شهريا وارتفاع في أسعار طبعا الخضار والفواكه وما لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية حصار الكل الفلسطيني في حربها على قطاع غزة وما دعاها لاتخاذ قرارات عديدة لتعاقب بها الفلسطينيين لكن كان لهذه القرارات وقعا سلبيا على العجلة الاقتصادية الإسرائيلية